الملف الثاني اللي هتكلم فيه قبل مطلع الفاصل والملف ده شائق جداً لأن على مدار 48 ساعة شفنا مواقع كثيرة بتتكلم على تعديلات وتهديدات بتحصل في حال إجراء تعديل على شكل لجنة الحكام في الموسم الجديد هنستعرض ثلاث أخبار كانوا النهاردة ومبارح موجودين في السوشيال ميديا وفي بعض المواقع الكبيرة بيتكلموا على هذا الموضوع أول حاجة النهاردة اليوم السابع نشر وقال جهات جريشا يقترب من التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة ده أول حاجة النهاردة كانت موجودة قدامكم على الشاشة النهاردة اللي اتنين ساعة 12 اللي ربع الظهر اليوم السابع كتب جهات جريشا يقترب من التشكيل الجديد للجنة الحكام وفيتور بيريرا حدد 68 موعد للمؤسكر الأول طيب دي جزئية فيتو امبارح اعتقد انا شفتها امبارح بس ما عرفش تاريخها كان امتى بالزبط بس اكتبت في 48 ساعة اللي فاتت يعني انفراض تفاصيل تهديد بيريرا بالرحيل عن لجنة الحكام اه ده بتاريخ السبت اول امبارح بسبب جهات جريشا فيتو قالت من مصادر مؤكدة في اتحاد الكرة فيه أزمة عنيفة ما بين بيريرا وأعضاء في اتحاد الكرة وعدد من أعضاء لجنة الحكام بسبب اصرار بيريرا على ضم جهات جريشا يعني بيريرا عايز جهات ولكن فيه أعضاء في الاتحاد وفيه أعضاء في اللجنة رفضين الجزئية دي دي بالنسبة لي برضو غريبة جدا الملف التالت او الخبر التالت وده نشر في القاهرة 24 مصدر للقاهرة 24 ده مبارح اتحاد الكرة قرر تأجيل مؤتمر بيريرا خوفا من تواجده الحكام الغاضبة من تأخر المستحقات المالية المتأخرة الفكرة ان النهاردة الضغل وانا انا كنت عايز احضر المؤتمر ده وعايز اسمع اشوف بيريرا هيقول ايه لكن فجئنا ان بعد الاعلان فيه مؤتمر لبريرا النهاردة طلع خبر مبارح من اتحاد الكرة الغاء المؤتمر الصحفي ليه بدون اي اسباب قالك اصل بيريرا مش هيتكلم دلوقتي الا ما يخلص الموسم ايه واني موسم اصل مطش المصري الخميس اللي جايه ما هو لما اعلنوا ان فيه مؤتمر صحفي كان معروف اساسا مطشات الكاس هتخلص امتى ولكن فجأة قالك لا الغاء المؤتمر امبارح القرارة 24 قالك لا ده المؤتمر اتلغى عشان النهاردة كان فيه وقفة للحكام بسبب موضوع المستحقات فيه تفاصيل كتير وانا معاوض